موسيقى صباح الخير من صوت لبنان صوت الحرية والكرامة أهلا وسهلا فيكن مشاهدينا ومستمعينا عم بترافقونا على 100.3, 100.5 و100.1FM بكل أنحاء العالم عم بتشاهدونا على VDL.me وعبر الفيسبوك ويوتيوب Voice of Lebanon 100.5FM وأيضا عبر أجهزة الآيفون والأندرويد تحيات توني هيكل وفريق العمل اليوم رحلة انترفيو مع عالم الثقافة والكتاب والحبر بعالم السوشال ميديا والزكاء الاصطناعي يمكن المحل الكتاب صار مفقود ولكن في كتير كتاب ومؤلفين بعضهم بيثابروا ليظل الكتاب موجود لتظل الثقافة موجودة بالمجتمعات الأوروبية والأمريكية يلي هي إذا بدكن مصدر التطور الجيل الجديد بعضهم حافظ إلى حد ما على الكتاب وعلى القراءة أيضا بعالمنا العربي هالشي عم يتقلص يوم بعد يوم مش معناتها الجيل منه مسقف مش معناتها الجيل منه طامح يتسقف ولكن في أمور عم تطغى على أمور أخرى ليش؟ الأجوبة يمكن عن ضيفتنا اليوم بحلقتنا رح نحكي عن مطعم مطعم مش عم نعمل دعاية ولا قابدين حقه ولا عم نروج لمانيو عم بحكي عن مطعم كان ملتأة لرواد الثقافة رواد السياسة العلم الاجتماع وغيرهم من القطاعات هيدا هو المطعم يلي عم بتشوفوه أمامي على الشاشة والمستمعين هيدا المطعم اسمه مطعم فيصل كان من أشهر المطاعم ببلس أمام الجامعة الأمريكية ببيروت شو قصة هالكتاب ولاش اسمه مطعم فيصل وشو بيتضمن هالكتاب رح نروح برحلة ثقافية اليوم مع الكاتبة والمؤلفة والصحفية إيمان عبدالله أهلا وسهلا فيك عبر هوا صوت لبنان أهلا فيك توني ولكل المستمعين منك غريبة عن صوت لبنان لا منك غريبة أفضا أنا اشتغلت هون شي مدي أصيرة يعني بس بحب هالمكان كثير خبريني عن هاك حبات أنه أنت من الرعيل القديم بصوت لبنان بالتسعينيات مضبوط بالتسعينيات بقسم الأخبار صح بقسم الأخبار لا بقسم الاقتصاد مع ريبكة أبو نادر كيف اختلف عليك الوضع الاقتصادي أكيد بين التسعينيات واليوم صح اختلف بس ماشا الحال الحمد لله كيف شفت التطور بصوت لبنان غير يعني كنت عبقلك أنه هون كان فيه زيز هيك أو ما كان فيه أكيد ويب تيفي ما فيه لا أتغير بس عطول نومبر وان شكرا شكرا بوجود كل يلي تعبوا هيك بسبيل استمرارية هالإذاعة ولسيما أهم شيء المستمعين والمشاهدين اللي هن أساس استمراريتنا مضبوط إيمان إلى الكتابة هيدا كتابك الأول صح هيدا كتاب الأول مطعم فيصل مقابل الجامعة الأمريكية في بيروت مضبوط هيدا كل العنوان ذاكرة المكان خبريني ليش اسمه مطعم فيصل وشو هو مطعم فيصل شو رمزيتو هيدا المحل أول شي أنا بشتغل بالأرشيف الجامعة الأمريكية ببيروت وهيدا الأرشيف منه أرشيف عادي يعني هو مطعم فيه فيه إذا بدك وصيك فيه أوراق بتخص الأرلي يعني مركز أبحاث وأرشيف غني جدا مش أنه بس هيك للطلاب منه ريكوردز للطلاب أو شي لا فيه إذا بدك شي مئة ألف صورة عشر تلاف بوستر يؤرخ حقبات بيؤرخ لا يعني من بيجي على الأيوبين المؤرخ البد على السنتر هيدا الدور الشارش إذا بدك أنا بسميه للأرشيف واسمه أرشيف والمجموعات الخاصة المجموعات الخاصة يعني بوسترز يعني فوتوز يعني معبس هيك والدوكيمان هي الأرشيف يعني الوسائق الأوراق بيجي بحسين بيسألوا عن تاريخ الأيوبي عن تاريخ المنطقة عن لبنان عن بوستر بيدلون على شي على مسرحية صارت على حدث سياسي صار كمان عن صور ل مثلا مهرجانات بعلبك أو شي بيجوا تعملوا روشارش تبعي وروشارش الحلو كمان أنه مش بس فقط يعني لما نقول جامعة الأمريكية مش بس شي أكاديمي وعلمي شي فنة ثقافية سياسة اقتصاد اجتماع يعني لمختلف القطاعات والمجالات مزبوط يعني بيجوا بيسألوا عن الحرب العالمية الأولى ومش بس أكيد اللبنانية اللي بيسألوا هن برات لبنان يعني يا عرب يا أمريكين يا أوروبية ناس عم بيكتبوا كتب أوكي أو عم بيعملوا دكيمانتريز كتير بيجوا معنا ومشوفت حال بس كل عمر بيروت منبع للحضرات والثائفات والمراجع صح رغم كل شي مزبوط ومشان هيك أنا حكيت عن يعني محل زاكرة مكان يعني كمان أكيد زاكرة بيروت أوكي لأنه المحل براس بيروت بقى هيدا الأرشيف بيجوا بيسألوا فيه ناس عن مثل ما قلنا أنه بيجوا بيسألوني عن تاريخ المنطقة عن تاريخ الأيوبي عن الحرب العالمية الأولى لأن عنا وسائق عن الحرب العالمية الأولى صور عن الحرب العالمية الثانية بس كمان كان يجي ناس يسألوني عن مطعم فيصل قل أنا شو هيدا حدا عم يسأل عن مطعم فيصل يعني ليه بدون يسأله صرت أنا أقرأ تشوف شو هو هيدا المحل ريت بس ساقة بيت معن يعني وقتا ريت ما عندي هيك وسيقة وسيقة يسموها يسموها يعني اوكي لأنه فيه بيستعملوا الباحسين اللي هو مثل الجرائد والمجالات شو نقال وفي شيء وسيقة بتبقى أصلية يعني بتثبت ما حدا عنده إياها هيدا اوكي ما في هيك بال ها صرت أقرأت أعرف أنا تقنبوش بلكي في شيء بعده مش متوفر لهالباحس ريت بالجرائد بالسفير بالنهار أكيد بكل الجرائد اللي كانت موجودة قبل تشوف لأن اختلطت كمانا تاريخ تأسيسه في ناس بيقولوا بالألف وتسعمية وتسعتاش ناس يقولوا بالألف وتسعمية وعشرين تلتعة وعشرين أو متأخر يعني بعد الحرب العالمية الأولى بالزبط هو يعني إذا بدك مقاويته كانت بالعشرين عشرين فينا نقول هيك وهلأ بقلك كيف تبين معي إنه هيك ريت عنه وبالجرائد وصرت أمبوش بعدنا شو وين معقولي لقي بالأرشيف تقدرت أعمل منه كتاب لعن ما فيك تعمل كتاب عن أشياء موجودة اشياء من قلة اشياء محكية بدك تعمل شيء يكون فيه إضافة وبدو يكون موضوعي إذا فيه تعدد لوجوهات النظر والأراء كمان بدو يكون فيه شيء موضوعي بالكتاب حكي دي بتحكي موضوعي لأنه يعني مستند على لأنه هو كان مقصد لسياسيين مش بس للعالم العاديين مشان هيك هو لو مطعم ما بتحكي عنه لو مجرد مكتب التاني لا لا ما صار مكتب التاني هلأ فيه ناس بقولوا الويترز فيه أوقات لا مش مكتب التاني هل تلافت أنه الويترز في المطعم كانوا مخبرين؟ لا ما كانوا يعني فيه ناس كانوا ما يحكوا قدامهم كثير اشياء بس أنه ما فينا نثبت هيدا الشيء أنه ما طلع قدام الشي بيثبت بس هن كانوا من العمود الفقري للمطعم إذا بدك الويترز يعني الفوبيا هلأ نروحها شي مطعم يطلع لنا ويتر إذا سمع كلمة ينقلها يلا ما يعني بيقولوا هيك بس مش ضروري ما في شي أنا ثبت لي إنه هيك أوكي يعني إنه هولي مخبرين بالعكس هولي ناس كانوا كتير يحبون الأشخاص يروحوا لقلك لي لأنهم عبقلك هن من العمود الفقري تبع المطعم وما تغيروا يعني بقيوا هن زيتهم وعندهم التعدد يعني بينتموا لعندهم انتماءات متعددة كل واحد عندهم رأس سياسة معين ايه معين ومن بيئة اجتماعية مختلفة يعني عندهم كانت المرة اللي بتعمل كبة صغرتوية عندهم حدا اسمه أمين اللي عامل مطعم الأمين بالويزة عندهم حدا اسمه أنور من الجبل عندهم عرفت عندهم حدا اسمه ميشيل كمانا من فتكر من رأس بيروت بعدهم على قيد الحياة؟ لا ولا حدا وهيدا الشي الصعوبة يعني بس أنا جربت أعمل ريسورتش رحت أبعد من هيك رحت تشوف إذا بعد في حدا منهم على قيد الحياة قالوا لي أنه أمين أسس مطعم الأمين بالويزة سمي الأمين وصاروا الناس اللي كانوا يروحوا على مطعم فايصل سكر يروحوا لعنده سكر بس أنا وقتها رحت ما كت عارفة أنه سكر التقيت بحدها من شغيل تحت قال لي يعني مثل إذا بدك عملت مثل ريبورتاج أو هيك مثل حدا عم يعمل دوكومنتري قلت له تعطيني رقمه لأنه شغيل مرأة لابنه للأمين أوكي فكرني بدي أرجع أفتح المطعم منه قال حرام برجع بشتغل أعطاني الرقم وطلبت منهم صورة أو طلبت يعطوني معلومات حتى الصور منا موجودة لها المحل تتخيل الشي اللي صار بالكتاب أنه قدر يعطيني ابنه للأمين صورة لبيو بالمطعم هذا شي حلو يعني نحن بلش نشوف صور هلا بعض شوي على الشاشة هيدا إضافة فيه بقلك أي أمين وهيدا هيدا إضافة بالكتاب يعني هيك بيسموا كتاب فيه مصادر خاصة منا موجودة قبل طيب بدي غوص شوي برمزية مطعم فيصل اللي فتيلو هالكتاب خبريني شوي عن رمزية هالمطعم تا يستحق منك هالصفحات هيدا المطعم اللي متل ما ذكرت أنه ما كان مجرد مطعم كان تحول من مطعم لملتأة لنادة سياسة لمجتمع فكري بس اليوم بقولوا للمتابعين في كتير مطعم بيلتقوا فيها سياسيين أوكي فاين وبيلتقوا فيها أعلميين ومثقفين بس ليش مطعم فايصل شو كان يخرج من هالمطعم طيب يستحق كتاب كانوا الروادوا كل يوم يروحوا هلا إذا رحت على مطعم كل يوم بتروحوا بتناقش مش كل يوم بتروح كانوا عطول يروحوا جلسات المناقشات المصيرية كانت تصير هونيك يعني سياسية إذا بدك فكرية وكانوا الطلاب الجامعة كمان هيدا يعني طلاب الجامعة بالجامعة الأمريكية يكونوا عم يتناعشوا جوا يرجعوا يظهروا يتكفوا هونيكا وهو الطلاب بعدين صاروا داكيترا بعدين صاروا عندهم مراكز هاي يدلون يجوا ويجتمعوا ويحكوا وكان في أشياء إذا معقولة مثلاً بدأت تنحكها ما بيقدروا يحكوها بغير محل بيحكوها بمطعم فايصل أي سنة سكر؟ بالثمانينات بالثمانينات يعني كانت بدأت الحرب اللبينية كان في حرب هو من تدعية الحرب أطفال والوضع الاقتصادي كمان والوضع الاقتصادي وهو ضل لنفس الأشخاص يعني هاي دي رمزيته أنه ضل هاي أعمير ما تغيرت إدارته لا من الجد للولاد وفات عندهم شركة بس أضافوه للشركة والويترز ما تغيروا يعني صاروا بيعرفوا كل الناس وهو كمان اللي ساهم بنجاحه ليش أنه ناجح ليش أنه عم بتقلي هيك موقعوا أوكي الساهم موقعوا لهذا المطعم بنجاحه يعني نبط بيروت بشارع بلس أمام الجامعة الأمريكية أكيد أكيد كان يعكس كل يعني شو الوضع السياسي الاجتماعي الفكري بها ديك المرحلة ولأنه مقابيل الجامعة الأمريكية ده غري مقابيل البواب الرئيسية وبتعرف شو هي هالبواب الشي عظيم بتعرف شو مكتوب عليها اللي تكم لهم حياة وحياة أفضل مهم ذا ذا ماي هاف لايف اند هافت مور أبندنتلي أوكي يعني اللي بيضهر اللي بيضهر من هالبوابه كلو مليان حياة حياة بيوفرة هيكي هولي إذا بدك أيام الجامعة أوكي بيضهروا من هيدا التعليم الحر الليبرالي بيضهر من هالبوابه ده غري مقابيلو متعام فيصل ده غري مقابيلو متعام فيصل أوكي هيدا أهميته لها واللي قاعد بمطعم فيصل كلو بيضهر من هالبوابه أوكي كمان بيقدر يشوف مين فيه ومين هيدا إيمان عم نشوف هلأ صور على الشاشة إذا فينا نخبر المستمعين اللي عم بيرافؤونا عبر الإزاعة هيدا الصورة شو هي هيدا الكفر الكفر اللي كتاب اللي بلخص تقريبا المطعم الكرسي أكيدة أنه للناس العطول كانوا يجوا لهون مين صمم هالكفر الحلو؟ بنتي بنتي عامل جرافيك ديزاين بالأيو بي وصممت ها أنتو بالعيلة مسيطرين على الأيو بي لا لا بيتي وطني راح منتابع مع صورة أخرى نعم كنا عم نحكي عن أهمية الجامعة نعم هيدا كمان بالكفر مرأ البوابة البوابة تخيل شو كان يمرق مطعم فايسر كان وين هول الهول الهيكي الهيكي التريانجل يعني اوكي هون يكي كان تحت وبقام بيلا الميجيت شفت التراموي يعني اللي قاعد بيشوف التراموي رزق الله على أيامك هيدا أهمية الشارع مشان هيك هيدا المحل أخد هيدا العز لأنه موقعوا موقعوا مقبيل الجامعة موقعوا كان يمرق لسراموي استراتيجي موقع استراتيجي كتير اللي أسسوا فات على الجامعة كان يشتغل بالبناء او النجارة وعمل اللي تشابل بالجامعة الكنيسة وعمل الوست هون محل ما بيهيه الاكتيفيتيز تبع الطلاب أكيد رفكر انه هيدا المحل إذا أنا بطلع بعمل مطعم هاي قلت إذا بطلع بعمل مطعم هون رح ينجح بالالف وتسعمية وسبعة عش بلش يشتغل مشان هيك أنا قلت إنه أكيد بيتداولوا إنه بالالف وتسعمية وتسعة عش يعني أكيد كان موجود هيدا المطعم صورة أخرى رح نشوفها هيدولي هيدا قصة كتير حلوة هولي أشخاص هن أربعة التقوا أرروا بعد عشر سنين كانوا طلاب الجامعة تاديوس عجان خوري هولي أوكي وتاديوس وعجان خوري نسيت اسم الرابع هلا برجع بتذكروا ما بيأثر قالوا إنه نحن بعد عشر سنين هنو عم يتخرجوا بدنا نرجع نلتقى بفايسل بفايسل يعني راحوا بعد عشر سنين أوكي واحد منهم باللادقية رجع على أكيد بدي اجتمع واحد تاني تاديوس جاكوبس تاديوس اسمه على الأكيد مش متذكرين هون متذكر بس أكيد أصحابي منهم متذكرين اتنين عن جد في اتنين منهم متذكرين بقى وقت عجال من اللادقية وذكر تاديوس ولاقي إنه مزاكنين رجعوا وذكروا بعضهم واجتمعوا بفايسل أربعة ورجعوا وخبروا شو صار معهم وين صاروا وكانوا بمراكز كتير مهمة ملتقى الزكريات كمان صار أكيد صورة أخرى هنشوفها على الشاشة أيضا هايدا شو بتحكي هالصورة إيمان؟ هايدا بالأربعينات ويعني وقتا كان في عطول إنه الشارع إبليس كان كمانا شو ما كان في ستدار في حركات سياسية كان تتبين بشارع إبليس مشان هيك أكيد المطعم انتبع بهيدا الشير أيضا صورة هايدا الشير هايدا 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 بس بيتحول يعني هايدا بس فاست فود يعني ما في هايد القاعدة ويجي حضان ويصير في هالمجال للناس تاخدوا طاعتين ويبنوا هيدا التاريخ إذا بدك هلأ مش ضروري يضل هو زيته بس مثلا بأوروبا توني في مطاعم هيك وفي عنده تاريخ أنا بيزعل انه المطاعم هلأ عم يصير في مطاعم هون هيك فيه بس ما عندهم هلقدي تاريخ بأوروبا في مطاعم مثل الدوماجو مثل كلوزري دليلا وكتير غيرهم هون المطاعم كمان سياسية أدبية فكرية للفنانيين هيك تحولوا شعروا شي سياسية كمان أكتر ما ضلوا هيك كتير تماشوا مع العصر بس ما ماتوا ما سكروا خلوهم يعني كانوا يعني يعني إعادة إحياءهم ضل مستمرة هيدا الفكرة بس كيف اشتغلوا علي يعني أنا بقول اشتغلوا علي مثلا الدوماجو عندهم جوائز أدبية كل سنة وجوائز قيمة وطلعت بذات الوقت هيدا الجايزة بـ 33 مع جايزة جونكور شو بيمنع الايوبية تقوم بها الخطوة؟ ناقل علاقة الايوبية فيها تعمل جوائز عندهم كتير جوائز جوائز يعني هيدا شي مع الفاست فود انهم متعملوا لقلهم أكيد لا ناقل علاقة الايوبية بهذا الشيء أكيد عنده كتير نشاطات فكرية كتير نشاطات سعفية اوكي وعنده جوائز كتير بس بقلب هيدا حتى عنده بروغرامات سعفية نحنا وزارة السعفة مبارف هيدا بقلب الايوبية بس هول المشاريع السعفية دوما جو معلم سياحي معلم سعافي مصنف عرفتش قصدي هيدا أكيد الوزارات عندهم عملتها نحنا الوزارات بغيبوة ايمان عبدالله اي يعني اذا بدك حقبة من حقبات مطعم فايصل ما قدرتك تكتبع عنا بحرية لا ما حدا بقلي انه انا مني ببروغرام حدا بقلي لا انه بضل لو كتبت كله بحرية بحرية ما في حقبة مثلا مشيت فيها بين الالغام حسيت حالك لا ليش مدنو شي انا ما كتبت شي رأي شخصي لا ما في اشتماعات سياسية مهمة كانت تصير فيه او اذا انا ما كتبت رأي شخصي اه في شي اسمه ليش هيدا الكتاب اذا بدك تسألني هلأ بعده هيك اشياء موجودة موجودة اذا بتاعتي برودي فيه اضافة اعضافة هنا فيه انو انا ا اه جماوة فيه انا ناس اه 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 ااه عملت معهم مقابلات اللي بعض موجودين اللي عثاروا ليذانة الكم متل مين؟승 الكرام كرام اه اهhana آهuesights الوزير بشارع مرهج مين سيسيني اللي كانوا يقصدوا هون مثلا أستاذ جان عباد فؤاد السابنورة بفتكر أستاذ كامال جنبلات هيك بيقولوا انه في سعيد عقل من الناس المفكرين نزار إبباني كتير رؤسة وزراء عراق كتير اجوا عليه هني كانوا بيعرفوه وعتى كانوا طلاب ووقت فلق أول ما يرجعوا على لبنان كانوا يرجعوا عليه ورؤسة وزراء رئيس وزراء المغرب أشخاص كتير مهمين خاصة من الأردن خاصة من الأردن خاصة من الأردن لا كانوا معوادين على هذا المحل لأنه كانوا لعيال الميسورة تبعت أبناء على الأيوبي كانوا يفوتوا لأن المتعب ما كانت أسعاره عادية للطلاب العاديين إذا بدك اللبنانية أو اللي ما عندهم يعني كان في جود كتير بالأكل بس أسعار غالية ما كانت أسعار أغلى من الشارع كله كانوا يرسلوا الأهالي أولادهم من بره يتعلموا بالأيوبي لأن الأيوبي كانت نمبر وان أوكي وبعدها منارة يبعثوا أولادهم هن العيال القادرين كانوا يقدروا يفوتوا على هذا المحل عملوا على هذا المحل ووقتا يرجعوا كان الحنين أكيد الحنين أنا ما بعرفه عندي حنين لهذا المحل كيف الناس اللي عيشو مثل كل شي أنت هلأ إذا بتروح على محل تعرفوا بغير منطقة ما بتروح ضغري علي تتشوف كيف صار أكيد أو تسترجع الأشياء اللي فات هيك من نفس الروح مثلا ما درست عيد المعلم بروح شوف بناء مدرست هلأ أنا وقتا فتت ما رجعت لي كل الأشياء بيصوت لبنان أكيد أنا كتشتغل كمان بنداء الوطن هون انزل يعني هيدا المحل تسألني على محل في كتير منه هون بس ما تضوع عليه عرفت يعني تشيس حتكن ما كان ينجع عليه أونسي الحاج وما عنده تاريخ عنده تاريخ إجا بعد الحرب بسنتين سبعة وسبعين بفتكر أوكي سكر هلأ أنا عم وسق لزيكرة مكان مش لاشي تاني يعني تنقول أنه في هيك وحرام ما يتحافظ على هالروح يعني أنه السقافة عن الملتقة هيك أونسي الحاج كان يجي لهم لش تذكرتني دع الوطن القديمة مش اللي هالله القديمة مع تليفزيون كنا ننزل ونقعد بالتشيس نقعد بهال محلات هيك وكان يكون في كتير ناس مفكرين شعارة وهاكي يجوا لهون يعني في كتير في مطاعم الحلبي بعضه موجود كان لرحيبني هولي كمان بينحكى عنه نفس الشي يعني أنا ساعة بتحكيت هيدا لأنه مطلوب يعني أنا رأيجت الفكرة هيك عفريني أي فصل من هالكتاب بتعتبريه الأهم كله بكمل بعض كله إذا بينشال منه شي ما بيطلع كتاب لأقلك لي لأنه ما بيطلع كتاب بيطلع أرتيكل مثله طلع عن حدا القسم كله مهم أول شي تأسيسه لأنه تاريخ تأسيسه صار فيه مثل عمل وصائق بتحكي عن الشخصيات يعني مثل قصة مثل تاريخ شخصية المؤسس شخصية فريدة وقالها ما نجح كريم كان يحب هيدا كان فيه انفلوب على الكوفر هو بيرمز للناس الطلاب اللي كانوا يجوا يحطوا رسيل عند هيدا المتعم أهلهم يبعطوا لهم رسيل مساري وكان يعطيون مثل قرد طي كفوا اللون بالجامعة فريد ما اسمه فريد ما اسمه فايسل هو لقب العيلة هو اسمته في اسعادة ما خصوا بفايسل ما خصوا بفايسل هيدا لقب عيلة حتى ما انه لقب شي سياسي كان موجود هيك في لغب لا لا هو لقب العيلة كيف كي العيلة عند لقب هون بلبنين هيك كانوا هيدا لقبوا وسمي هيك بس اسمته في اسعادة اللي اسسوا بعدين عطالها ابنه فريد اسعادة أوكي كانت شخصيتهم كتير مهمة كتير يتعطفوا مع الطلاب هيدا هيدا التأسيس عم نحكي مشان هيك بتفصل التاني لو ما ضفت هيدا الفصل اللي هو كل شارع إبلس ما كان كمان طلع حلو كان طلع عارتيك العادة وهيدا هون استعانت بأرشيف الجامعة وهيدا يعني جبت كل شي مش مكتوب عنه برا يعني انت شو بهمك تجي تقرأ كتاب ما فيه معلومات جديدة ما بيكون مهم بسراحة وهيك منحافظ على الكتاب بدك جيب معلومات جديدة المعلومات الجديدة هي كل شي كتبوا الطلاب عن هيدا المحل أو الخريجين عن هيدا المحل بمجلات الجامعة مجلات الجامعة عملت إضافة للفصل الثاني هيدا مانا موجودة مانا سورس موجودة برا الفصل الثالث هن الذكريات كل شي نكتب بكتب عن هيدا المحل والفصل الرابع كتير مهم لأنه في شي اسمه تاريخ شفاوي أوري الهيستري هلأ موجود بالعالم كتير هيدا الشي اللي أنا عملته يعني رخت الرخت هيدا التاريخ اسمه للمحل عن طريق انترويوز وأضفتون للناس اللي بعدهم موجودين هكي في ناس كنت بدي قابلهم بس توفوا مثل السيز انه جان عباد اللي يرحموا فيه طلال سلمان كمان كان يروحوا وعنده مقابلة معه منيح يعني انه صار هيدا الشي و يعني هيدا الإضافات هيدا المهم ما في يشيل فصل يعني إذا شلت فصل ما بقى كتاب إلو إيمان يعني بازل هي ما فينا نشيل منها بيبطل إلو إيمان بفي تحت على جوجل بيطلع لك مطعم فيصل انه كان موجود تقرأ لهيدا قصة معروفة ولكن هيدا فيه إضافات ومعلومات يمكن تنشر للمرة الأولى إيمان قدي أخذ معك وقت الفكرة كتير قديمة من أول ما صاروا يجوا يسألوني عنه يعني أنا بلشت تطلع الفكرة 2012 ب2017 سنوات طويلة الفكرة بس أنا تجمعت وهيك أخذ أي وقت لأنه أنا فتت على كلمة مطبوعتين من الجامعة الأمريكية كتير قديمين يعني بيتبين لك قصص كتير حلوة بالألف وتسعمية وعشرة أول مطبوعة بالتانية الف وتسعمية وتسعة واربعين يعني أنا إذا بدي أقول أكد إذا من وجد هيدا المطعم يعني عملت عمل توسيئة إذا بدك كيف بدي أكد إذا كان هيدا المطعم موجود بالألف وتسعمية وتسعتاش أو لا يعني مثل دوكومنتر فتت أخذت صفحة صفحة المجلة اللي بيتبلش بالألف وتسعمية وعشرة أخذت من الألف وتسعمية وعشرين مجلتان وكفيت فيهم لوقتها سكر شغل شغل وبس تأكدت أنه أنه لازم ينكتب أنه تقول أنه ينكتب عن هيدا المطعم لشغلتان لأنه في المفكر الكبير المؤرخ كما بيكتب التاريخ أستاذ نقول الدكتور الكبير بروفسور نقول زيادة بقول يريد في حدا أن يكتب تاريخ مطعم فيصل كانوا يقولوا هيدا مثل الجامعة يعني أنا اتصلت بأستاذ سامير عطلة وعند عطيني انترفيو وما كنت عرفته ما كنت بعرفه من خلال كتاباته أكيد بس سألته رأيه وقال لي فكرة عظيمة كتبت وحتى هو عمل تقديم للكتاب يعني لأنه لقى منه مجرد بس هو أكتر كان بحا هيك بقول الذين لم يعرفوا مطعم فيصل أو تلك الحقبة الجميلة يعتقدون أنه من صنع المخيلة أو أنه وجد كرمز لمرحلة ما دون أن يكون حقيقة بالضرورة شفت شو حالو إيمان أنت بما أنك بتشتغل بأرشيف الجامعة الأمريكية ببيروت الطلاب سوري هول الصور اللي مرأوا من الأرشيف من الأرشيف من الأرشيف الجامعة طلاب يعني عم بحكي أنا عن جيل الجديد اليوم قدى بيقرأ كتاب بيقرأ بوجود سوشال ميديا وهالإنفلاش اللي صاير والتطور كنا نشوف حالنا بالكتاب نحنا نعتبره هو التطور لمدى العمر لأن دايما بيقرخ لنا حقبات ومنتعلم منه اليوم الكتاب قدى بعده مصدر للعلم مثل مثل هالكتب الجيل الجديد بالقراءة قدم برودوية فيه قيمة مضافة بيقرأ شجعوا بيقرأ بعضهم بيجوا على المكتبة وبياخدوا كتاب أوكي بعضهم إيه بس مثل الأول لا 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 أكيد مش مثل الأول دور مين دور الأساتزة دور الإدارة الأساتزة أكيد بيبعطوا إذا طلاب بدوا يعمل رشارش أو بدوا يكتب بحث بدوا يطلع التاز تبعيته أو الدكتورات يعني الدكتورات ما فيه ما يستند لكتاب كتاب لأنه السوشيل ميديا منه مرجع ما بيعترفونه فيها أوكي وأنت إذا بدك تطلع كتاب كمان إنه منه مرجع بيكون إذا ما ما كان فيه شي جديد أو هيدا هلأ السوشيل ميديا أخدت محل كتير أوكي بس منه 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 منيحة كمان مثل ما صار فيه صحفية مثل ما صار فيه مغنين بتعرفهم من خلال السوشيل ميديا كما صار فيه كتاب بتعرفهم من خلال السوشيل ميديا بس غير نوع أو مثل ما صار فيه نشرين بينشروا هلأ أنت ما بتتابع حدا مثلا بيكتب يمكن شعر على السوشيل ميديا أو بيكتب شي بس أنا بقول ما بياخدوا محل يعني منهم بديل بس أخدوا من هيدا أخدوا من طريق الكتاب الورائي بس كمان أكيد مسئولية المدارس مسئولية الجامعات مسئولية الوزارات مسئوليتنا نحن الأهل يعني أنا بتذكر ولادي أول ولد كنا نهدي لولاد كتب صحيح وكانت الكتب النهديون أوقات هيك هاتفة في سري كانت حلوة بسيكولوجية كمانا بس للولاد إذا ولدي بيستحي مثلا بتذكر ليلي أو شيء ايتميد أو هيك تعالجوا من طريق يعني الأهل كنا نروح نشترينه كتب الثالث ولد لأ بطلنا نشتري كتب بطلوا يشتروا كتب يهدوا بعضهم كتب هيدا ما بقى موجودة بس كمان حتى اليوم يعني إذا بدنا نتأكد من كلمة باللغة العربية كنا نروح قبل على المنجد اليوم نفوت على جوجل على المعاني بيطلع لنا التفاصيل يعني نشوفوا لأي درجة السوشال ميديا عم تاخد محل الكتاب عم تاخد نحن بشغلتنا كصحافي يعني كتير أوات بدنا نتأكد من من فعل من كلمة بس الأسات زي من حركة من قواعد والكتاب ما فيون يتأكدوا على السوشال ميديا هيدا مشان هيك اللي بكتاب ضروري يبقى ما فيك تتأكد عن السوشال ميديا بتتأكد بمرجع كتاب يعني معترف في وكمان لأنه الكتاب له علاقة بالمقاهي أنا بحب لو بيرجعوا المقاهي الثقافية ولو بيرجع فيها بيصير فيها بوك ريفيو قدمتي لو وزعت السقافي لا 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 أعرف بعض وجديد يعني فينا نرجع نقدمه ما انتبهت بصراحة لازم بس إنه علاق فاضي الوزير خلصتها مروجة فيلم باربي فاضي يمكن يقرأ أو شي لا أعرف بس كنت بدي أقول شغلة مثل بكل شي منقول بالصحافة كمانا راحت وهيك كمانا في بلدين كنت حكيت بمقدمتك عن أوروبا عن أمريكا بأوروبا أنا كمانا ذاكرت أنه مثل الدماجو أو هيك صاروا كافيات سياحية بس حافظوا هيدا لايما بتوزعي الكتاب المهم بالدول العربية بما أنه كان في كتير مثقفين وسياسيين عرب كانوا يقصدوا مطعم فايصل بيتوزع فيه انهم يطلبون كمان انتوان بما أنك صحفية كمان وكنت بيستمر بس معنه صحفية بدي أول شغلة كنت بأوروبا بفرنسا معلنا أنه معقول يروح الوراق لا كان لديهم جريدة اسمه الجورنال يتلعوها عامة نهار أحد لأن الناس فاضية تقرأ الأحد الجورنال دو ديمانش ما سكرت وبتشرين الأول بثمانية تشرين الأول طلعوا واحدة تانية اسمه التريبون دو ديمانش يعني تقول أوقات الورق بعضه موجود كل شي اسمه كتب ما معقول تطلع جوجل أو شي هون بلبنان فيه خوف برأيك على الصحافة الورقية خصوصا مثلا بهيدا الكتاب اخدي حديث من الساس طلال سلمان وشفنا جريدة السفير كيف أقفلت اليوم فيه خوف على الصحافة الورقية فيه خوف على الناس اللي ما منشجعهم يقروا ما منخلق لهم بيئة بتقرأ يعني ما منخلق لهم ما منحمسوا فيه ناس ما بيعرفوا إذا هلا حدا جديد عمره خمسة عشر ونزول اوكي طب ما بيعرف بيخلق ما قلتلك بيتقدى الشي اللي بيتقدم له هو مش كتاب الشي بيتقدم له مش جرايد مش عرفتش قصده يعني احنا كنا حتى بالجامعة ووقت كنا عم ندرس صحافة كنا ندرس النهار ندرس السفير مدرستان مختلفتان اوكي يعطونا ايون ورق هلا ما بعرف كيف انو شو بيعملو بعد مطعم فايصل هل عم بتراودك عم بسأليني اعمل شي تاني يعني هيك هو ذاكرة مكان اي عم نقريخ انا بحب اكتب بعد شي تاني فيه فكرة عم بتراودك بحب اكتب ذاكرة عن شي مثل ما قلتلك الحلبي مثلا كانوا يروحوا على الرحيبنة ويكتبوا كتير هونيك ويقعدوا كمان كامت المقر لقالهم اوكي يعني الرواد طبعا المحل اللي بنسمى ثقافي حتى فيه اغاني طلعت من هالمطعم ايه كانوا هاي دي قالي ايها استاذ اسامة الرحبيني اوه ايه يعني حلو ينكتب عنه اذا مش انا حدا لانه هيدا بتقرخ هيدا المحل اسمه يعني انا اللي عملته هلا قرخت لمحل اوكي باللي موجود هلا لازم كل المحلات كمان الحرام اللي عم تخفز ذاكرة وهيدا يعني اذا حدا بدوا يعرف يعرف التاريخ هلأ في مادة تدرس الانتروبولوجي اوكي اذا بدوا يعرف كيف كانوا يلبسوا بهذا كل وقت كيف كانوا يتحركوا هاي بتعرفها من خلال الصورة من خلال المادة من خلال ذاكرة هيدا بتعرف بعدين شو بدوا يصير معقول قصيدة بيروت ستة الدنيا لا طوكل ياسمين حدا سماعه هي لسيدة ماجدة رومي طوكل ياسمين وبيروت ستة الدنيا طلعت من مطعم فايصال طوكل ياسمين سماعه نزار ابباني لحدا ما بارش ذكرته انا هون بمطعم فايصال كتب اسمه رزق فرج رزق عن الياس ابو شبكة هونيكة بمطعم فايصال و يعني تبعيته وفي سعيد عقل كتب شعر لبنت كانت كتير حلوة بالايوبي كلهم يحبوها كتب العيونة كتب عن عيونة بمطعم فايصال هيدا سعيد عقل يعني ايمان عبدالله الكاتبة والصحفية دالك مبروك على هالكتاب وان شاء الله دايما هيك بيضل في اشخاص هيك مثقفين بيارخوا امكنا الى رمزية مهمة وان شاء الله هال هالاماكن يعني تتحول لمقصد سياحة وثقافة مش بس للبنانيين ايضا للسواح يلي بدون يجوا على لبنان متل ما بيصير بالبلدان الاوروبية متل هيك اماكن يعني تحفظ بالصون يعني مش تهمل انا بدأ اشكريك ومطلوبك على كتير مرسي لعلك مرسي لعلك مشاهدينا ومستمعينا منشكر متابعتكم لحلقة اليوم السابت من انترفيو تحيات توني هيكل وفريق العمل الى اللقاء اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة